زبدة المقام من كل ذلك تتجلى لنا فيما قاله سيد الأوصياء لرسول الله صلى الله عليهما وآلهما ليلة المبيت في فراش النبي حينما هاجر نبينا صلى الله عليه وآله من مكة باتجاه المدينة أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري من جملة ما قاله أمير المؤمنين لرسول الله وهل أحب الحياة إلا لخدمتك وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لو لا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة أتمنى أن نستشعر أنا وإياكم شيئا من فيض هذه الكلمات أعيد عليكم أعيد عليكم قراءة هذه الكلمات إنها كلمات الأمير صلوات الله وسلامه عليه مع رسول الله وهل أحببت أحببت الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لو لا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة هذا كلام الأمير أمير الأمراء لنبينا صلى الله عليهما وآلهما وأنا أقرأ عليكم من سيد تفاسير آل علي إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري وإلى غيبة شيخنا النعماني هذه طبعة أنوار الهدى قم المقدسة صفحة 252 الحديث السادس والأربعون بسنده عن الحسن ابن محبوب عن خلاد ابن الصفار قال السئلة أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي المضامين هي المضامين والكلام هو الكلام والتشيع الحقيقي للحجة بن الحسن لا بد أن يكون في أجواء هذه المعاني صحيح أننا لا نستطيع أن نحقق جزءا كبيرا من هذه المضامين لكننا على الأقل أن نتمنى والتمني هو طلب المستحيل أن نتمنى تحقيق بعضها وأن نسعى بكل جهدنا معنية صادقة وعزم ثابت راسخ أن نقوم ولو بجزء يسير من ذلك ولو على سبيل المشابهة والمماثلة لا على سبيل التحقيق والتدقيق على سبيل المشابهة والمماثلة كي نستطيع أن نترك أثرا في تلك البقعة المعنوية الحقيقية العظيمة التي ما كان لله ففي تلك البقعة ينمو وينمو وهذا النماء يعود علينا بالتوفيق في حياتنا ويعود علينا بثبات الإيمان بعد موتنا أن لا يكون إيماننا إيمانا مستودعا يسلب منا في مراحل ما بعد الموت ويعود بالنفع علينا أن نكون مع الراجعين إن كان ذلك في زمان الحجة بن الحسن أو كان في زمان الرجعة العظيمة مع نبينا وأميرنا وسيدتنا مع الإمامين القائمين القاعدين مع الحسن والحسين ومع ولد الحسين من سجادهم إلى قائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أريد أن أحدثكم بحديث قد يعود بالمنفعة والفائدة عليكم ما دمنا في بدايات حديثنا عن الخارطة العقائدية السليمة نذهب إلى فاصل اشتركوا في القناة